موظف عام بس في الديمقراطية احنا يجب نتقبل النتيجة وانا شايف مثلا حالات فيه واحد اقترح اقتراح انا شفته بيقول ان احنا محامي عامل دعوة بيقول انه نعملها يا شفيق يا مرسي مش عايز ان تخب فلو اغلبية قالت مش عايز ان تخب نجيب التالت والرابع يخشوا مع بعض تحد طلب او ان احنا نحط خانة تالتة فكرت او فكرنا ماتش الفيفة خانة تالتة تكتب فيها اللي انت عايزه يعني مثلا لو شفنا النموذج الامريكي في الجولة بوش اعيد انتخابه برغم من اغلب النخب الناس اللي بتفهم واغلب الميدل كلاس ما كانوش مرشحينه هو في الاخر انتصر باغلبية الاصوات لازم نحترم النتيجة اغلبية محدودة جدا وانا شايف انه بالمناسبة من دلوقتي بقوله هو انه الرئيس القادم هيجيب اغلبية محدودة جدا يعني مش هيبقى فيه فارق كبير بين الاتنين مرشحينه الجاي ده لا مش حابه فيه فارق كبير ورئيس مصر القادم لم يكن الاختيار المفضل الا ل 25% من الشعب لانه في المرحلة التانية هو اخرص حصل تصفيات لكن المرحلة اللي بتعرف كم واحد من الشعب شايف انه هو الخير الافضل فدكتور محمد مرسي والفريق احمد شفيق الاتنين كل واحد فيهم حصل على 25% فقط ده كله كورسات احنا بناخدها في سنة ونص الشعوب ممكن تكون بتاخدها في 20 و 30 سنة فعشان كده لازم نتحمل شوية النتائج ولازم نعرف نتفاعل مع النتيجة دي ونشوف ازاي تخدم في النهاية مصلحة الثورة او الحاجات اللي احنا نزلن عشانها العيش والحرية والعدلة الاجتماعية